اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمكسيك وكندا الى جانب غيابه مع المبارية وذية سابقة للعصود بسبب الاصابات يشار الى ان الكونفيدرالي الافراقي لكرة القدم حددت يوم الرابع والعشرين من دجمبر المقبل موعدا للتوصل باللائحة الاولية للمنتخب الوطني والتي ستتشكل من خمس وخمسين لاعب قبل تقليصها الى ثلاث وعشرين لاعبا في الثالث من يناير الفين واربع وعشرين مع امكانية اضافة اربعة لاعبين الى اللائحة النهائية رغم رفض وليد رجراجي لفكرة رفع عدد لاعبين في لائحتها بالكان الى ثلاث وعشرين لاعبا المنتخب المغربي ماما سيرونو سير مزراوي مع وليد رجراجي قبل انطلاق الكان انتصر المنتخب المغربي كما هو معلومنا على نظره الطنزاني بهدف ندو نرد في مباراة جرت الثلاث الماضي على ارضية ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام لحساب الجولة الثانية من التصفية الافراقية المؤهلة الى نهائية كأس العالم الفين وستة وحشرين وخلفت المباراة رضد فعل انتهم اللاعب نصير مزراوي في ظل الجدل القائم حول مدى امكانية تثبيته في مركز الطهير الايصر واورد تقارير صعفية ان مستوى الذي قدمه مزراوي في المباراة يعزز امكانية اتخاذ الناخب الوطني وليد رجراجي لقرار يهم اللاعب سواء باعدته الى مركز الطهير الايمن مقابل الاعتماد على اشرف حكيم كطهير ايصر او وضعه في قائمة البودلة مع اشراك البديل وحياطية الله في مركزها ويرى البعض ان مزراوي لم يقدم المستوى المطلوب منه في مركز الطهير الايصر وان عودته الى مركز الطهير الايمن سيعود بالفائد على المنتخب المغربي بينما يرى اخرون ان مزراوي قادر على التأقلم مع مركز الطهير الايصر وأن إعادتها إلى مركز الظاهر الأيمن سيحرم المنتخب المغربي من لاعب موهوب ومن المقارر أن يعلن الناخب الوطني وليد رجاليك عن قراره النهائي بشأن ما كان يصير مزروي في المنتخب المغربي خلال المباريات المقبلة الكعبي يبعث رسالة لرقراجي قبل حسم قائمة كأس أمم إفريقيا تألق الدولي المغربي أيوب الكعبي مع نادي هولمبياكوس اليونانية عندما سجل هدفا في فوز فريقي على ضيفه بانيتينياكوس في جولة الثانية عشر من الدورة اليونانية وأحرز الكعبي هدف فريقي الثالثة في الدقيقة السابعين بعدما دخل بديلا بدقيقتين فقط وقدم أداءا جيدا في الدقائق التي لعبها وجاء تألق أيوب في الوقت الذي سيعمل فيه وليد رجاليك على القيام بآخر جولة أوروبية للحزم في قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا وكان الكعبي حاضرا في المعسكر الأخير للأسود والذي شهد مباراة أمام طنزانيا لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس العالم 2026 المغرب يتدخل على أعلى مستوى لتوفر إقامة مريحة للمنتخب الوطني في كأس إفريقيا الكودفور التقى السفير المغرب بالكودفور عبد المالك الكتاني بأبي جون برئيس الجامعة الإفوارية لكرة القدم ياسين إدريس ديالو وتمحور اللقاء بشكل أساسي حول الجوانب التنظيم لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة وإقامة المنتخب المغربي خلال هذه المسابقة السفير المغربي في الكودفور الذي التقى برئيس الاتحاد الإفواري لكرة القدم تلقت تعليمات بلقاء المسؤولين الإفواريين لتوفر إقامة مريحة وعانية الجودة للمنتخب الوطني المغربي وصراح السفير الكتاني بأن هذا الاجتماع كان فرصة للتقييم الاستعدادات لاحتضان البطولة مع رئيس الجامعة الإفوارية لكرة القدم والجوانب المتعلقة بالتنظيم قبل أسابيع فقط من انطلاق المنافسات وعقد رئيس الجامعة الإفوارية لكرة القدم للسفير المغربية أن إقامة أصود الأطلس ستتم في ظروف جيدة ويتواجد المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة إلى جانب الكونغو والزامبيا والطنزانيا وسيلعب أصود الأطلس مبارية دور المجموعات في مدينة سان بيدرو ويأتي هذا اللقاء بعد ورود تقرار عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اقترح على منتخبات المجموعات التي ستلعب في مدين بواكي وسان بيدرو وخورغو الإقامة في قرى السيتيكان وحسب النتائج القرى ستلعب المنتخبات المغربية تونس والمغرب والجزائر وموريطانيا في هذه المدن التي اقترحت السلطات الإفوارية الإقامة في قرية مخصصة للكان بسبب غياب الفنادق المصنفة واقترحت لجنة التنظيم المحلي على المنتخبات التواصل القبلي للاستفادة من المرافق المشتركة داخل هذه القرى خاصة المطعم وصلة الألعاب الرياضية والاجتماعات وحسب المعطية المتاحة لا تتوفر المدينتان التي سيلعب فيهم المنتخب المغرب والتونسي على مطار دولي ولا ربط بشبكة القطار مع إعلان الحكومة الإفوارية عن تزويد هذه المدن بحافلات النقل الحضارية استعداد للقن